أنا أتحدىكم جميعاً أو أتحدى الطبقة السياسية الحكومات الإتلافية أو النظم الإتلافية في العراق 18 سنة نظام فاشل فاسد هجين غير متجانس شنو اللي يلزمني أنه أدافع عنه أو أرجع له ما تقدر تحاجز الآخر للقبول به نعم أستاذ نجم أنا ذكرت في أحد برامجك مرة أخرى العلم الاجتماع السياسي يعتمد عدة منهجيات المنهج التجريبي لم يعتمد في علم الاجتماع السياسي لذلك لا يجوز أن نعتمد التجريب في العملية السياسية ونقولها للأمانة بأن الفساد وكما ذكرت الإخفاقات في الحكومات السابقة هي ليست سببها التوافق ذكرت لك الإمارات سبع إمارات متوافقة فيما بينها داخليا وبين الإمارات وقدموا هذا المشروع الحي القضاء ليس في التوافق المشكلة ليس في التوافق المشكلة يجب أن نذكر أدعوك إلى أن تقدم حلقة كاملة وأتمنى أن نكون أحد هذه الضيوف حتى نذكر ما هي الأسباب المنطقية والعقلانية لسبب الإخفاقات السابقة هناك عوامل كثيرة أثرت على الإخفاق الجغرافية السياسية للعراق أو جغرافية العراق هي أهم العوامل التي دعت سيبقى العراق مستنزفا حتى مقبلا يا سيد خوشناو عندما تذهب إلى النموذج الإماراتي المتقدم لم يكن في هذا النموذج نصا يدعو إلى المكونات ولذلك أنا أتحداكم جميعا أو أتحدى الطبقة السياسية جميعا باش نتخلي أتغير بقوميات الرئاسات الثلاث اسمح لي أستاذ نجم أذكر لك أمر مهم جدا أنا لا أشجع على أن نبقى بقضية العرف السياسي أنا أشجع على التوازن وعلى العقلانية ومفهوم التحاور والتفاهم يعني صراحة الخلاف والخصومة لا ينفع يعني نحن الذي نمر به الآن هو خلاف وخصومة خصومة بين طرفي المعادلة يعني لا يوجد شيء نستطيع أن نحققه في ظل الخصومة يعني الخصومة سيد العزيز نحن في العراق العراق فيه محيط فيها فيها المحيط العراقي يرى بضعف العراق بأنه نجاح لأمنها القومي يعني كلما كان العراق مستنزفا كلما كان العراق ضعيفا هو سيبعد الخطر على أمنهم القومي جميع دول محيط العراق والدول أيضا الأبعد من المحيط العراق دعنا نكون واقعين دعنا نكون واقعين دعنا نكون واقعين رجاء لا نريد أن نطبق ما موجود في الكتب وفي النظمة السياسية لا نريد أن نطبق نموذج دول إسكندنافيا في العراق نحن نقلمنا كثيرا ما نعلمه في العراق لا نتكلم بالهواء لا نستقرأ عاطفيا لدينا معلومات دقيقة نستند إلى أدلة أنا أختلف معك في قضية أنت في برنامجي ذكرتها مرتين وهو لديك موقف من النظم التجريبية والخوف من التجريب بمعنى هل تبقى هذه المعادلة السياسية محكومة بقوالب جامدة إذا تخشون التجريب لا لا أستاذ نجي مو هذا قصدي رجاء لا تفهمني غلط أنا عندما أقول منما نجي التجريبي لم أقصد قضية الحكومة الأغلبية أنا أقصد شكل الجبهة يعني مع الأسف السيد الصدر دعواته يعني أنا أحترم جميع دعوات الذين موجودين في عملية سياسية ومنظم سمحت السيد الصدر لكن هناك في التحالف الثلاثي وفي التحالف إنقاذ وتضطرف يحاول أن يستفيد من هذه الدعوات الحميدة المحمودة التي تحترم حتى من قبل الإطار التنسيقي لضرب الأصدقاء لضرب الشركاء يعني على سبيل المثال إذا نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمساعدة التيار الصدري شوف المعادلة وين نجح بمساعدة التيار الصدري وبمساعدة السيادة في إزاحة الاتحاد سيضرب السلم في قريم كردستان سيضرب الاستقرار في قريم كردستان نصلح بمكان ونعطل بمكان مثل ما يقول العراقي يعني نصلح بمكان نعطل بمكان يعني لذلك عندما تكون جبهة وتشكل تحالف وتشكل جبهة يجب أن تقرأ يكون استقراء منطقي لجميع الأوجه يعني لجميع الزوايا ليس من الزاوية واحدة نعم دعوات السيد الصدر محمودة قادة الإطار يحترمونها والاتحاد أيضا وندعو إلى التفاوض نحن لم نرفض أي دعوة لكن نقول هناك ملاحظات هناك أطراف موجودة تحاول أن تقصي وأن تذهب إلى يعني إلى شخ البيت الشيعي على سبيل المثال زيادة الفجوة وبيد الإطار والتيات يعني ليس لي غرض دعم دعوة السيد الصدر لا على العكس للانتقام من الطرف الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر